في خطوة جديدة من الإدارة الأمريكية بحق حزب الله أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول تمويل حزب الله فواشنطن تتهم الحزب بالحصول على تمويله عبر الإتجار بالمخدرات تداعيات الخطوة الأمريكية وصلت إلى بيروت وسط توقع بأن تستمر الضغوط الأمريكية بالتصاعد ضد حزب الله في رسالة مباشرة إلى إيران حقيقة نحن مرتين بهذا التفلط لحزب الله من داخل الدولة من داخل السلطة من داخل مجلس الوزراء وأكيد كل العالم صارت تعرفه بشكل واضح أنه عم بحارب بسوريا وبالعراق وباليمن وزارة العدل الأمريكية أكدت أن فريق التحقيق حول تمويل حزب الله سيضم متخصصين في مسائل تبييد الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والمواقف في لبنان قابلت كل هذه الإجراءات باستمرار التأكيد على وجوب أن يعود حزب الله إلى كنف الدولة اللبنانية نحن نقابلها أهم شيء أنه نقوي الجيش اللبناني يرجع يفرض وضعه على المستوى اللبناني أكتر وأكتر على المستوى الحدود على مستوى الداخل اللبناني وصير في سلطة للدولة وتنتزع سلاح حزب الله بشكل أو بآخر يكون بكنف الدولة ونرجع دولة طبيعية مثل كل الدول وسط هذه الأجواء برز تحذير من وزارة الخارجية الأمريكية للرعاية الأمريكيين من زيارة لبنان أو التجول في بعض مناطقه انطلاقا مما سمته الهجمات أو التفجيرات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية عقوبات جديدة وضغط يتواصل على حزب الله والهدف التضييق على الحزب على خلفية أعماله العسكرية المتمدية وفق الأجندة الإيرانية التي تسير دائما حزب الله مرسل كرم الإخبارية بيروت